وإلى الشأن المحلي وضمن مشروع الكويت لمكافحة التطرف والإرهاب وفي إطار الخطة الخمسية للتنمية لعام 2014 تأتي وزارة التربية والتعليم بمنهاجية تربوية جديدة لتحصين مناهجها ضد التطرف والطائفية بمعايير جديدة تعزز المفاهيم الوسطية لمواكبة المسجدات التي تنعكس على النشأ الحالي على الرغم من أن دولة الكويت تضم خليطا اجتماعيا متنوعا إلا أنها تميزت عن دول المنطقة في تعايش والتسامح وتحقيقا لذلك فقد عكفت وزارة التربية والتعليم العالي في الأونة الأخيرة على تغيير المناهج التعليمية وتطويرها لنبز العنف ومواجهة التطرف عملية تطوير المناهج هي عملية دقيقة تجتمل على تحقيق أهداف كثيرة طبعا نبذ التطرف هي واحدة من الأهداف الموجودة في المناهج شدد المعنيون بقضايا تطوير التعليم على ضرورة تعديل المناهج التربوية على مختلف الأصعدة بشكل إيجابي يبعد عن السلبية في المناهج والتي وصفها البعض بالمنتهية صلاحياتها تطرف أن تطرف منبوذ جدا ولد وزارة التربية الاستراتيجيات العامة والاستراتيجيات الخاصة في هذا الموضوع وهذا الصدد وهي تحاربه كذلك في قطاعاتها المختلفة وخاصة في قطاع التعليم العام وكذلك القطاع التنمية التربوية بشتى الأنشطة المختلفة عملية إعادة برمجة المناهج الدراسية بما فيها منهج التربية الإسلامية تدعو إلى التركيز على قيم الإنسانية والمواطنة الصالحة ونبذ التطرف نبذ التطرف ماذا نقصد فيه؟ التطرف بكل أشكال وهنا نتكلم عن التطرف السياسي والاجتماعي والعلمي وكذلك الديني لكن في النهاية الهدف من أي نظام تعليمي هو خلق المجتمع المتجانس الخلق المجتمع المتعاون تأتي خطوط وزارة التربية لتطوير التعليم ونبذ التطرف عقب مطالب نيابية وسياسية بضرورة تطوير المناهج الدراسية مع مراعاة الظروف السياسية والإقليمية المحيطة بالمنطقة من خلال تضمينها بما يدعو إلى نبذ التطرف والغلو في الأفكار أين كان صاحبها